بيت يا شوئي ارسل حالك كده يا بيت وبلاش شعنان ربنا يجعله قدم الساعد عليك ويخدر عتابتك يا رب يا رب يسمع منك يا شروب هي امي ما جاتش معاكي ليه يالله يا شوئي يا رب يا شروب هو انت هتباتي معانا الليلة لا يا اخوي ازاي تتصبحوا بالخير ربنا يهنيكم فتوكم بعافي انا حبقى جيبلكم الصباحية عالضوحة كده وحبقى قول لهم اكتجي معايا لا خليك يا قعبة معايا بقى ده اسم كلامي يا عروسة فتوكم بعافيا الله يعافيك يا اختي شروب نعم شوئي ربنا ما يحرمني منك ولا يحرمني منك يا حبات يالله شوئي هلا من اول هكسوف كده خلاص هروح اغير في بيت الراحة اهو دعيبو بقى الحمام برا القوضة وحمام شركة كمان لا انا ماينفعش الكلام ده معايا اعمل ايه بس اول مطرح كده كده ماينفعش اه شوف لك مطرح تاني بقفشة ميا مستقلة ولا يعني يرضيك مراتك تقف في تعبير مع العربجية اللي برا دول لا مايرضنيش بس الصبر يا بيت الدنيا مايتخلقاتش فيم وليلة وبعدين اول مااخد حقي في النقوط من ابوكي هدولك على مطرح تاني ويكون بقفشة ميا مستقلة كمان بيتها شوية انا مش مرتاح لابوكي اسمعي انا هروح مشوار بقيق وارجع لك على طول رايح فين يا ستا اروح لابوكي يا بيت خد شنطة النقوط كلها وقال لي اول ما هتوصل للدار هبعتلك بيها بورق وهقول حد دلوقتي مابعتش انا هروح له رايح فين يا عمر عمر مين يا بيت ده انا بيقوحها لا لو خرجت ده انا على طلاقي من اولها اه لا يا بنت الناس هو انا بيقولك ان رايح لعروسة تانية انا هروح لابوك اجيب النقطة بتاعتي وحق واجع لطول العريس لما يخرج من داره وليلت دخلت وتبقى فعل وحش اه وشق مقود جوازة ما تعمرش معلش خلي حوار مر وحي تابوية دي بعدين اه ده يكون ساعتها بقى خرتني للوز يعني هو هيروح فين يعني يا بوح ما هتلاقي غرقان في العسل مع اللي ما تتسمى واحنا هنا قاعدين نسحب في الكهرباء ونلبط في بعض وخليك حاسيس بقى ماشي اروح لبكرا طب ما تفكيلي بقى سوسة الفستان علشان خاطر اختك سبت هاليم صدية من غير مات زيتها ولا يهمك افك هالك انا لفي اسحى عريس الخفلة ده اللي انت الصباحية ايه العروسة خرجتك اسحى أبوحا اسحى عريس الخفلة أبوحا اسحى أبوحا ايه من الخبط كده اسحى أبوحا اسحى أبوحا ايه من الخبط ايه يا أبوارقة انت مش عارف ان عريس يا أبوارقة ابشت دلوقت اللي عاز ورح لها ايه ايه نمت عليك حيطة عريس والانت الصباحية وصهر العسل هتحطت عسل على الحفة انا وانت يا أخويا اتنسلنا اتسرقنا يا جدع فيها يا جدع اتكلم هماكل عزيزة الثمر يخد الشنطة اللي فيها النقطة وفعل فعمل عزبة ايه يا واقع سودة لحق ولا اللي قاعد عمالة خطة اصد الخنوم اللي وراء من النقطة الساية قال انت يا شواء يا أصحي ابوكي ضايعنا صباح الخير صباحية مباركة يا ريس صباحية زي وشك في ايه يا ابوح هو ده وش العسل عسل ايه يا أختي ابوكي خلاص خلها بصل يا بنت ثمري خلها زفت صباح واشطة يا عريس مالك مزعبت كده ليه اهلا اعطى على الخبر ده اللي لسه خبر ايه يا بنت يا بنت تعالي يا بنت تعالي ضمنيني انطع يا بنت يا شواءية فيه ايه انطع يا بنت انطع اللي اجيب كرشة مفيش حاجة يا بنت كله في السليم ما تتكلم يا بوح انا مش في ده دلوقتي انا في المصيبة اللي جزك عمالها يا حمادي فوت يا بنت قدام فوت اتعالي افطر يا بوحة ده قدامي عاملة افطار صباحية عاملة لك زافة مش عايزة اطفح انا هروح اجيب ابوكي حتى لو كان في بط الحوت روعي استنى يا بوحة اتروح بالكلسون ان شاء الله اروح يا ريال دي علافاتي يا جدعان حقي صغراتي يا شروك خلي الجيلان تسمع وتعرف ان شرف بنات ضحى من صال اما عزغرت والعريس هربان بالكلسون اه يا بنت حاضر عزغرت شفت السمرة يا سلومة؟ لا يا عريس نازل تدور عالسامري وانت لبس كلسون يا راجل البس حاجة اختشة اللي مخب السمرة يطلعه انا مش حسيبك يا سمرة مش حسيبة شفت السمرة عم ظريفة؟ انا حشوفه فين بس يا بوحة انا حاولي ورش بوة تايلة بالله قادي عرسانين ومين دون يا سمرة يا سمرة انا كنت بوة اطلعك دع يا سمرة انا عزغرت هاستصى اطلعك انا كنت بوة اطلعك 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 سيمني ما عنداش عليك هالوزا ايه ده اللي انت عامله في نفسك ده يا عريس الهانة سيمكم اللي انا عامله في نفسه ورد علي السيمني ما عنداش عليك يو ساب عندك امانة ليا انت قلم بلبع حاجة عالصبح امانة ايه اللي هيسبها معايا حمان النقطة هالوزا حق في النقوط وهده بقى كان اتفاقنا من الاول اننا نعمل الفرح سوا ويديني حق في النقطة نقطة لما تشيل اللي تاولت خش يا ميل اتباختي يلبس حاجة اصطر بيها نفسك ايه بقى يا واد سايد عروستك في الصباحية وماشي كادة في العزبة صلت مال تدور عن نقطة يا خب تكففوك يا نوزا الله يرحمك يا عم الله يرحمك يا ام لو كانوا عايشين كانوا طبوا وقعوا سكتين من الحصر على ابنهم اجري هاد روح لامراتك انا ما صدقت خلصت من همك انت وبنت السامري يا بنت ركزي حق في النقطة هاي باشبش القاشر تعلي معايا تعلي معايا ندور عالسمر عشان نقفش عارف يا لوزا احنا لو قفاشنا هزبطك وهدخالك معايا الشريكة في مشروع مشغل محندق كده والمية تجري في العالي وأنا بقى كل اللي هعمله هقعد على باب القاتولية أعدني في البنكانوت اللي داخل ونقب بقى بيت ده انت اللي عقل الغطس مقبش بقولك ايه سابني خلينا رقع الهدمة اللي عاملة زي بغتي في الدنيا يا لوي ايه ده؟ ايوهد الطوب ده يا واد؟ ما تخفيش ده العلو بتوع العزب خلو بيجروا ورايا يا لوي يا لوي يا لوي يا لوي تعالي خديني يا امه ابنت في صباحيات ومعدل ما بيهنوا بيزقلوا بالطوب امشى واي امشى من انا بدل ما تكسروا علينا الزانية امشى امشى روى روى يا لوي يا امه يا امه يا امه العيال بتزفو يا بختك المنايل يا شوقاية يا بختك المنايل تحقيني يا شروه ده لا تفضح يا اختي انا هعمله ايه؟ ده واحد قبلتينة راسه لا دعت والمك انا خفت حد يعمل اللي بيعمله ده ده امه لحكتني يا ده البت والن بهبل على هولك عد يا بيت فتاري ده صار الاكل اللي عمال اسويه لحد الفاجر قولي انت بحتاجة تتقوي يا امه ماليش نفس اكل ماليش نفس اكل من غير بوح شوف البت ومحنه عوبال محنك يا اختي يوم اتتجاوز هي الواحدة مننا اللي ها اغل راجلها والنبي عشان خطري يا شروه قولي لييني بماغوا بكذ متاق بو انا يا بيت ضوحة مش هاخلص من همك قبل جوازك ملوداني وفي صباحيتك مدندراني معلش بقى يا شروه مانت الكبيرة والرسيح اللي فيه اهوجه اهوجه تعالي يا اخوي تعالي ستراي تعال قوضي يا بوحة كل ما عارزتك مش عاوزة تدوء الزاد من غيرك وبعدين يا اخوي يا بوحة يروح فين ما مصيره حيزه بوحة اتهد وهمت يا اخوي كفانة فضايا 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 ما الفضايا حصرت خلاص بيتها شوايا انت متحرم عليها من السعادة لحد ما بوك يجيب حقي في النقود يلا على دارتك يا لهوي اسمعت يا مفت يا شروه يا خسيس يا بودل واضي بقولك ايه يا لا انت بتحرمها عليك يوم الصباحية في ايه الناس تقول علينا ايه يقول اللي يقولوه اقولك انت طالق ابت لحد ما بوك يجيب فلقوسي يلا عبره يا لهوي يا نصبتي جت الحدينا تفرح ما لاتلقاش مطرح يا بتي يا بتي شوية اشوفك يوم يا بوحة